السلام عليكم أصدقائي سوف نحكي اليوم حكاية جميلة وسوف نلاحظ سويا حرف الثاء في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة الثعلب الذي لا يحاول خرجت حيوانات الغابة يوما للعب سويا والثعلب ينظر إليهم عن كثب قالت الزرافة يا ثعلوب تعال والعب معي بالحلقات سأعطيك حلقة الثالثة ولنرى من يحافظ عليها من السقوط مدة أطول قال الثعلب لا أريد اللعب سوف أخسر قال الحمار الوحشي يا ثعلوب تعال والعب معي بالكرات سوف أعطيك كرة الثالثة ولنرى من يدحرجها أسرع قال الثعلب لا أريد اللعب سوف أخسر قال الفيل يا ثعلوب تعال والعب معي بالماء ولنرى من ينفث الماء لمسافة أعلى قال الثعلب لا أريد اللعب سوف أخسر شعر الثعلب ثعلوب بالملل فقال له القرد ما بك يا ثعلوب قال الثعلب أنا لا أريد اللعب لأني سوف أخسر بالتأكيد ولكني أشعر بالملل الآن قال القرد ما رأيك أن تحاول يا ثعلوب ولا بأس إذا خسرت فأنت سوف تستمتع باللعب حتى لو لم تفز لعب الثعلب والحمار الوحشي والفيل سباق الحيوانات وصل الحمار الوحشي أولا ثم الثعلب وأخيرا الفيل قال القرد هل رأيت يا ثعلوب لقد فاز الحمار الوحشي عليك وأنت فز على الفيل وجميعكم استمتعتم بالسباق وبالتأكيد إذا لعبنا لعبة نفث الماء فسوف يفوز الفيل علينا جميعا من الجيد أن نحاول دائما النهاية هل لاحظتم حرف الثاء في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة؟ أحسنتم أصدقائي نرجو أن تكونوا استمتعتم بقصتنا اليوم شكرا لمتابعتكم لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ومشاركتها مع من تحبون إلى اللقاء